برمشاهدين دلوقتي هنذهب سريعا لموجز لأهم الأنباء التاسعة مع ليندى الفضل يعني شكرا أحمد التاسع بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي عهد أبوظبي محمد بن زيد النهيان ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي باند بمدينة شرم الشيخ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث بشأن تدعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغبائي فضلا عن تبادل الرؤى وجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية في ضوء تنفيذ توجهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف أثار التدعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على زيادة العلاوات المقررة للعملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليكون تنفيذها اعتبارا من أول إبريل القادم بدلا من أول يوليو ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6 مليارات و800 مليون جنيه اعتبارا من أول إبريل المقبل وذلك عما مقررا له من قبل بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8% والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة مليار و200 ألف جنيه قال رئيس الأوكراني فضاديميز زلنسكي إن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب كانت صعبة وفي بعض الأحيان تصادمية وفي خطاب فيديو قال زلنسكي إن 100 ألف شخص يعيشون في مدينة معيوبل المخاصرة في ظروف غير إنسانية دون طعام أو ماء أو دواء دعا حلف شمال الأطلسية الرئيس الأوكراني فضاديميز زلنسكي لمخاطبة قادة دول الحلف الذين يجتمعون الخميس في قمة استثنائية مكرسة للخرب الروسي على أوكرانيا وقال مسؤول في حلف الأطلسي إن القمة ستكون فرصة لقادة دول الحلف للإستماع مباشرة من الرئيس زلنسكي يتحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني مضيفا أن الحلفاء الذين يقدمون كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأساسية لأوكرانيا سيدرسون ماذا يمكنهم أن يفعلوا لتعزيز دعمهم أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سالفين أنه سيتم الإعلان الخميس عن المزيد من العقوبات ضد روسيا وتشديد الإجراءات الحالية خلال لقاء رئيس جو بايدن مع حلفائي الأوروبيين في بيركسال وقال سالفين أن الإعلان سيركز ليس فقط على فرض عقوبات جديدة بل على ضمان وجود جهد مشترك لمنع أي تهرب من طبيقها أكد المتحدث باسم الكراملين ديمتري بسكوف أن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا إذا كان وجودها مهددا وقال إن العملية في أوكرانيا تسير وفق الخطة ولم يعتقد أحد أنها ستستمر ليومين فقط وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية مدينة ماريوبل الساحلية هو القضاء على كل الوحدات القومية الأوكرانية أنهت الولايات المتحدة نزاعا طويلا مع بريطانيا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمينيوم وقالت إن الحليفين سيعملان معلم بشكل وثيق لمعالجة طاقات السوق الزائدة من اقتصادات غير سوقية مثل الصين وفي بيان مشتركة قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريماندو إن الصفقة ستسمح بأحجام مستدامة قائمة على أساس تاريخي من منتجات الصلب والألمينيوم في المملكة المتحدة لدخول السوق الأمريكية دون تطبيق تعريفة أما رياضيا فيؤدي المنتخب الوطني تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي استعداد المباراتية السنغال في تصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ويواجه منتخب الفراعين نظيره السنغالي في مباراة الذهاب يوم الجمع المقبل باستاذ القهرة الدولي بينما تقام مباراة العودة يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري بالسنغال نهاية منجزة سعد الواتسي هنرجع لأحمد وفسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إليكم شكرا لك يا ليندا